الخطوة الأخيرة كما وصفها البعض على طريق تهويد مدينة القدس تمت مؤخرا بمصادقة اللجنة اللوائية الإسرائيلية على شق تحويلة الطرق التي ستربط بين طريق الطوق الشرقي القادم من مستوطنات علمون وغلبوع وابن يمين وطريق رقم واحد الواصل بين القدس والبحر الميت كما ستسمح التحويلة الجديدة بإقامة ربط مباشر بين طريق الطوق الشرقي ونفق هارهاد سوفيم ومنه إلى عمق القدس المحتلة الآن إسرائيل هودت من مدينة القدس والبالغة مساحتها 125.156 كم مربع 92% القدس الغربية تشكل من هذه المساحة 84% القدس الشرقية 16% هي الآن استولت على 6% بالإضافة لـ 84% الآن إسرائيل هودت 92% من مدينة القدس هذا المخطط أطلقت عليه إسرائيل مشروع E-1 هو مخطط سيقسم الضفة الغربية إلى جزئين وسيترتب على ذلك برأي المختصين عزل ربع مساحة الضفة الغربية وضمها لما يعرف بمشروع القدس القبرى المشروع مشروع فعلا خطير جدا أولا هناك مخططات لبناء حوالي أكثر من 6000 واحدة سكانيين من ابتداد من جبل الطور حتى الخن الأحمر ومنذ عام 67 وحتى يومنا هذا فإن السياسات إسرائيل مستمرة في تغيير معالم المدينة المقدسة من خلال العديد من الإجراءات العنصرية ضد المدينة وسكانها حيث كان وما زال الاستطان أحد أهم الوسائل لتحقيق أهدافها موسيقى موسيقى